أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مطبخ الشاف مجيد. اليوم إن شاء الله سنجد معكم جبنة كريمية رائعة بمعنى الكلمة بمكونات أمساط موجودين في كل البيت بطبيعة الحال وبتقنية جدا سهلة وبكمية وفيرة إن شاء الله حسب المكون الذي ستوجدون به هذه الجبنة السائلة بطبيعة الحال. هنا معنا إلا سنقول لكم وقوم معي ونرى طريقة حضير مع المقادير في نفس الوقت بطبيعة الحال. أول حاجة هنا سنحتاج لترين من الحليب بطبيعة الحال. هذا لترين من الحليب ضروري يكون حليب كامل الدسم. بطبيعة الحال سنحتاج ثلاث ملاعق متوسطين من الخل الأبيض أو عصير الليمون الحامض. هنا سنحاول أن نشعله على هذا الحليب بمجرد ما نشعر أنه بدكي فور على الشكلاكا. سنحاول الوصفة سهلة. لا تحتاج من خبرة أو شيء. فقط بروعة الطريقة وسنحصل على هذه الجبنة الطريقة التي ستستعملها في أشياء عديدة بطبيعة الحال. لأنها إلا تأخذها تكون غالية بطبيعة الحال. لكنها ستجدها فضل كتكون رخيصة. معكم إلى تبعو الطريقة والمراحل بطبيعة الحال. مهم أننا نتظر أنها تظهر درجة الحرارة لها. لا تضيفون هذا الخل أو الحامض من أول لحظة. لأنه سيخسل لكم. أو لا يعطيكم كيمية كافية بطبيعة الحال. وهذا هو الغلط. الناس يأخذون من الضبار. وهذا لا يجب أن يسخل. لأنه سيخسر الحليب من الضبار. لا يعطيكم الكيمية أو الجبل التي ستجدها من أول لحظة. هنا ترى أن الحليب يظهر إلى درجة الحرارة. يعني تقريبا أنه وصل إلى درجة ما بين 35 و 40 درجة. لأنه غالبا أن الحليب يظهر في درجة بين 80 و 85. هنا سنحاول أن نضيف الخل. نضيفه واحدة. شكراكا. سنحاول أن نحركه بشوية. وهو في نفس الوقت يطيب. في هذه المرحلة لا يحتاج أن توقفوا. ولا يحتاج أن نستعملوا التراب. فقط نستعملوا هذه السباتيلاكا أو ملعقة. ونخدمه على خاطرنا بشوية. هنا سنرى الحليب سيبدأ أنه يتقال. سيبدأ تعزل الماء. عن الحليب بطبيعة الحال. كيف ترونه هنا. وهذه هي الطريقة الصحيحة. وأهم نصحة كي قلت لكم. ضرورة لدينا حليب كامل. من نوعية جيدة. سوف تحصلوا إلى كريمة لكي قلت لكم أنها رائعة. أو الجبنة مثل ما تشاركوا في المحلات. لكي تصنعوا بها حلويات. أو أنكم تأكلوها. يعني أسهل ما يكون. فقط تحرك بشوية. سوف أتقال معكم هنا. فقط ترونه على هذه الطريقة لكي نحرك. كم شيء الجوان. وبالأخص هذه السباتيول تكون لها الشكلة. سوف نحاول إلى تحت تلك الكاسخول. أنا نحاول نحرك. ونحاول نحرك. ونجعلها أنها تلسق على قاع الكاسخول. لكي لا تحرق لنا. وبطبيعة الحال. وتعطينا طعم غير جيد. أو غير طيب لجبنة هذه. كشفوه ما شاء الله. بدأ تختار. وحتى الحليب الذي قرر يخسر لكم. تقدروا لهذه الطريقة. لكي ينجح معه. بطبيعة الحال. لكن الأهم هنا. هو حليب كامل الدسم. حليب مدرتوه بحليب. لا يوجد نوعية جيدة. رغم يحد يكون. هذا الشيء اللي تقلبوا عليه. فهذا الحليب طبيعة الحال. وهنا في هذه المرحلة. ضروري أن نقص درجة الغاز. لا تكون مجهدة. كتشوفوا ما شاء الله. بدأ تكون وحدة جبنة هناك. كتشوفوا. بطريقة رائعة وسهلة وهذه هي الخطوة المهمة التي قلت لكم أننا لا نضيف الخل أو عصير ليمو الحامض حتى بدأك يدفع عن هذا الحليب طبيعة لحد وما ستعملوش طرب اليداوي فقط ستبطي على شكراكا نتقن حاجة شكراكا حتى نصل إلى واحد المرحلة سوف نقرأ لكم قبل أن نصفه هذا البن أو هذه الكريمة لا تخافوا أن لا تقشف فيها الطعم الخل أو الحامض ومن ثم تقوموا بإستعماله غير ليمو الحامض لا يقضر عليه ومن ثم الطعم لا يقشف فيه تقوموا بإستعماله في لوقت لكي تطيبه لكن من بعد أن يجهز لا يقشف فيه يبدأ لكي تشاهدوا الشكل وبدأ لكي يصفه سوف تكون كمية الاقتصادية وثمانة لها الطائح من اللي ستشرحه بطبيعة الحال في المحلات في هذه المرحلة ضروري أنكم تكونوا وجدوا أحدكم صفاية على شكراكا واحد الإناء يكون كبير واحد الكيموار يجزون به لكي تصفوا بطبيعة الحال الحليب بدأ يحيد لون دياله بدأ يرجع بشكل ديال الماء بدأ يفقد هذا كل اللون الأبيض دياله نحول التوقف من تحركنا في المرحلة هذه نحن سأجد للعمل لنا نجمع في هذه الكريمة هذه الجبنة نحن تحاوله بعض الشكراكا حاوله نحن تحرير بشويه ما شاء الله من المرة اللي لاحظت هنا كمية كبيرة بسم الله خلية على خطرها وضروري كي قلت لكم ما تستعملوش طراب لأدوي شكرا لك رائحة الخل لتلاحظه بنا مبقى ولا تضعنا رائحة على هدع الكريمة او رائحة الحليب كتعطي لا تضع الخل في المرحل هذه سوف تشموها بتاتا شكرا لك سوف تصفروا حتى تصفوها وكاملها بطبيعة الحل سوف تشوفوا الحجم الذي سيعطينا هذا الحليب إذا كنت تشوفوا جبن نعطينا الكيميا جيلو يعني كيميا وفرة بطلة وهنا كنت تعرفوا بأنه بعد ما تصفوه سوف تشوفوا الحليب كتعطينا فقط ماء عادي على الشكرا لونه ماء السفراء فقط نحاولو نصفوه شمية هذا الشكرا لك ونحطفوه بهذاك المكون الذي ستبقى هنا كتشوفوا نعودو أننا نضيفوهم هنا الشكرا لك ونضيفو المرحلة الموالية بطبيعة الحل كنت تشوفوا الجبن جديد ونحطفوه هنا لا يمكن أن تشوفوا به لكن تشوفوا على الجبن الجبلي الذي نستعمل في المريب أو أن تشوفوا على كريمة أو جبنة سائلة مثل جبنة بوك أو جبنة فيلديفية يعني جبنة التي تستطيع بها أي شيء يريدون الشيء الذي سأقول لكم هنا عندكم اختيار أن تضيفو قليل من الملح ونظيفوه طعم جميل شكرا وأن تستعملوا ميكسر يدويه كهربائي أو لطراب كهربائي ودروري تخدموها في المرحلة فالشبزة تبرد لا تجعلوها تبرد ليس مجرد أن تحيتوها ثلاثة أو أربعة دقائق بشروا هذه العملية سوف نحاول أن نطحنها ونرى الشكل لها بطبيعة الآن بسم الله إذا كنت ترى بعدما وجدنا الكريمة أخذ منها جيدا بالطراب أو تأخذ الطراب اليدوي أخذ الكهربائي أخذ الطراب اليدوي أخذ الكريمة رائعة بمعنى الكريمة شكلها رائع شيء ونعطيكم كمية كبيرة ولكن حسب نوعية الحليب التي استعملت استعملت حليب داسم وجودة عالية أخذ كمية كبيرة استعملت حليب عادي ونعطي كمية كبيرة حسب نوعية الحليب وطبيعة الحل لنستعمل لديكم كيف ترى وماشاء الله شكلها رائع بمعنى الكريمة سوف تفضل به بطبيعة الحل في التلاجة والاستعمال لا يكون مدة طويلة يعني يومين بكثير ثلاثة أيام يعني إنسان يستطيع يصابه من لوقت فأريد أن يعمل به بطبيعة الحل لأن لا يوجد مواد حافظة بطبيعة الحل لذلك لا يطلب وقت أطول بطبيعة الحل كشفوا هنا تستعملوا فأش مما أحبتم بطبيعة الحل كانت هذه هي وصفة اليوم أتمنى من الله أنها تكون ناتي عجبكم وبطبيعة الحل أقول لكم تلقوا في وصفة جدا في مطبخ شف مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته